اشتركوا في القناة مكون من جسم ارضي وقد نزل الله اليه الشرائع فيعبد الله الى ان يصل الى درجة يتحد فيها ناسوت ناسوته بلاهوت الله طبعا الصوفية عندهم مصطلحات برا يسموا رب العالمين اللاهوت وانت يسموك الناسوت فعندما يلتقي اللاهوت بالناسوت هنا يتحد الخالق بالمخلوق وهذه العقيدة هي عقيدة النصارى ربنا سبحانه وتعالى قال لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار وقال الله سبحانه وتعالى وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لكفور مبين فكونك تقول انه العبد من العباد يعبد الله سبحانه وتعالى لغاية ما يحصل لدرجة الخالق او ان المخلوق يتحد معه ده يا اخواننا من الكفر الذي لم يقله الا النصارى واليهود وقالوا الصوفية كالحلاج الحلاج وده كمان عنده اخطر من عقيدة الاتحاد وهي عقيدة وحدة الوجود عقيدة الاتحاد انه البيبقى الله الانسان براه اما عقيدة وحدة الوجود ان كل ما في الكون هو الله سبحانه وتعالى لشان كده الحلاج في مقتله كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية وهو من ائمة الشافعية وده انسان معتبر في امتى ابن كثير جاء في ترجمة الحسين ابن مصور انه قال بهذه العقيدة عقيدة وحدة الوجود بعد ذاك قبضوه وليقو عنده واحد من الحواوير بتعنه شايل له مخلايا جوا فوق رسالة من الحلاج كاتب فيه من الله العزيز الحكيم الى عبدي فلان لهذا الحوار قال فقبض عليه الشرط اصلا الشرطة قبضوا عليه وقاموا الدولة السلطان وجابوا له العلم ناظروه فابا ان يتوب فقتل كافرا ملحدا خارجا عن دائرة الاسم جال برعي زكا هذا المجرم الضال المدعو الحلاج قال علم الحقيقة من يبوح بسره يكم باحد دمه كالحلاج فيمتا وابو يزيد البستامي قال وقفنا ببحر او قال خضنا بحرا وقف الانبياء بساحله فيمتا عشان كده في الكتاب طبقات الشعراني قال الشيخ رضي الله عنه حسب ما قال يعني فيمتا قال دخل الخلوة لاربعينيها قعد اربعين يوم ومعه والقرب وملص عريان زي ما الله خلقه وصلى ركعتين انت ما عارف النظام بتاع تعتبقى والي كيف عند الصوفية تقعد معاهم ويأتمنوك على باطلهم بعد الشيخ بقول لك دارينا بقيك ولي ابقى ولي كيف قول لك تخش الخلوة خلوة تكون بعيدة مثلا من الحاج يوسف تكون بغادي للخيم البغادي ديك فيمتا تعويضات وبغادي تكون بعيدة وتقعد براك في الخلة فيمتا والخلوة تكون مقفلة ويجيبوا لك نسكيلة قرط اربعين واحدة اربعين يوم حداشر يوم واحد تلاتين يوم الاخر فيمتا تدار تنقلب زبادة التسي تسي قاعد لك وحد واربعين يوم المهم بتقعد جوا اول ما تخش بتمرك هدومك كل فيمتا وبتصلي ركعتين زي ما الله خلقك زي ما أمك ولدتك تصلي ركعتين من هنا انت كفرت بالله بعد ذاك يقول لك بتجيك حاجات وخواتيم الاخر قال الشيخ لما مرق من الخلوة في طبقات الشعراني قال نظر الى كلب النظرة قال لما نظر الى الكلب هذا الولي هذا الكلب صار من اولياء الله وانلا اجد كتاب طبقات الشعراني فيمتا قال قال فصارت جميع الكلاب منقادة لذلك الكلاب عملوا الطريقة الكلابية الطريقة بتاعة جرقاس فيمتا كل الكلاب بيقى التباري الكلب داك قال قال حتى ان هذا الكلب لما مات الهم الله بعض الصالحين او بعض الميسورين ان يبني له ضريحا بنا ضريح للكلب يا ناس ونحن القبة القبة دي اننا معا مشاكل تجي تعمل لنا ضريح للكلب قال عملت ضريح للكلب فكانت تلك الكلاب تأتي وتطوف بقبة الكلب الجرقوسي فيمتا بكرامة اجيب سموها لك الصوفية الشطح وهذا الكلام يؤصله محمد المنتصر الازاريك في قناة ام درمان وقناة النيل الازرق وغير من قنوات البدعة والضلالة التي تضل امة الاسام وديل النوعيات ديل قال عنهم شيخ الاسام لتيمية طائفة الاتحادية والكلام عام في جميع اهل البدعة قال ويجب عقوبة كل من انتسب اليهم او ذب عنهم او كره الكلام فيهم ده كثير من الاخوان المسلمين لما انت يتتكلم وبعضا صار الصنة لما انت يتتكلم عن ديل بيكره تلقاه كرمة شوشو وفات شال نعلاته وبعد ذلك ممكن يعني يأخذ بعض الاسباب التي هي ليست باسباب يجي يقول لك طبعا انا الشاب دي عندي معاهم مشكلة والكلام كيف او كره الكلام فيهم ده كلام ابني تيمية حريق رحمة الله في امتى او اخذ يعتذر لهم بان هذا الكلام لا يدرى ما هو او من قال انه قال مثل هذا الكلام او امثال تلك المعاذير التي لا يقولها الا جاهل او منافق في امتى قال بل يجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم فان القيام عليهم من اعظم الواجبات فانهم افسدوا العقول والاديان على خلق من المشايخ والامراء 28 من فتاة ابن تيمية الصفحة 230 وانت ماش قدام ابن تيمية قال لك زل عرف حالهم وما رد عليهم زيب صلعة ده ده برضو ياخد له بسطونا في الشريعة الاسلامية لانو شبابنا الان والحمد لله الدعوة ماشا وشباب بيتكلم في العقيدة والتوحيد بعد مرات بيصهروا لك وحدين عاملين فوق سلفين امتى اعمل لك ثلاثة مطويات في الحلبي واربعة مطويات في زعموت الهواري وكم مطوية في مين عبدالهاد الخضر وداري يطلع الكفر ويجي ينظر في الدعوة يقول لك لا يجوز ذكر هؤلاء الناس ولا يجب هذا ما يجب شنو انت ذاتك يجب عقوبتك انت لانه قلت او عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم لما يجي واحد من دعوة التوحيد اتكلم تجي تجيب معه معه يفت لو في شريعة الاسلامية انت ذاتك تدوك كمبستون فيمتى لانه دا دين في ظهر واحد اسمه ابو خملان ها وادي ها لقبه الصحيح انه يسمى ابو خملان فيمتى دا شغال في الشباب يغش في شبابنا وفي شباب بيمشوا له وفي الشمبات وغيره وقاعد ويغش فوقهم ودليل الوجوب وهذا الاصل يا زهل انت لو بالوجوب دي يصوفوا في واحد ما بتقدر تناخش الشغل دا فيه مصادمة انتالان اخونا اخوان نتكلموليك عن دعوة ابراهيم عليه السلام جال يا قومه انت ما فهم المصادمة كيف المصادمة ها مشى تكلم مع قومه ومع ابو ذاته قال لي اني اراك وقومك في ضلال مبين ابو خملان يجي قولك لا ما تتكلم ما تقول له ضال كده قدامه للصوفي بتجرحه اجرحه بصرعة ودعنا لو جرحت دم بكم انت دعنا لو لجي الطريق افليقه ذاته تقول لي ما تجرحه ما تقول له ضال قدامه يا زهل انتم تلعب علينا ولذلك الناس تنتبه شفتها الدلال ده الدلال ده دار الضرب بادلة صحنا هنا بنقول لك انت تقيم قدامك ما في اي كلام لكل مقام مقال لكن نازم يكون عندك السلاح من الايات والاحاديث التي تكون على فهم السلف الصالح الجبخانة دي لو معاك تاني ما تلاوز من زل اضرب طوالي واضرب في المليان امتى او عايزي يصبطك واحد لما تقول ودي خلوها يا زهل انا دار انزل منغا تمهم في مخط اكشف طوالي عاطل وزال شغال في التلفزيون ان احنا لو قادرين نتكلم في رأس اي ساعة بنتكلم لو ربنا ادانا قنوات بنتكلم ده ربنا وفقنا لو تجي تلعب علينا انت فاوعد تمشي ودي تحزير لأخواننا اوعد اي زول مسك المايك تمشي دار تنسل عليه وطوالي وفي دارس في شمباد ودارس في وين ما اتا مش ساكد انت اللي زول فاهم السلف قالوا ان هذا الامر دين فانظروا عن من تاخذونه دينكم طيب فده المؤسس بتاع هذه العقيدة قال لدي قريب لي موهم بان معه زار فطلب 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 مطالب ولبتها له والدتي وعندما قلت له ان هذا باطل وقالوا ان 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 هذا اللباس ها يعني لباس الزار الذي يلبس لزار هو لباس عادي مساعدة في العلاج ولا يتعلق بالمعتقد ما رأي الدين في ذلك يا اخواننا دا الزار هو سحر بالله يكون فيه الكفر بالله سبحانه وتعالى اصله الزار دا بيقول لك دي لأولاد ماما ماما منوه ماما لبستني الجزمة والشراب يزال التمعون في مخق دا اللي بيجيبوا لك الشياطين يستدعون الجن والشياطين بيقوم بيقول لك جيب ديك احمر ها او جيب ديك يكون يعني عنده ركشة المين بيجيب لك شروط تعجيزية انت تجيب ليه وديك يقوم يذبحوا باسم الجان بتاعه جانوا اسمه شمهاروش اسمه حميدة المين بيذبحوا للجان بتاعه في امتى زبحوا للجان بتاعه بيشيل الدم المسفوح الباطل الحرام بيقوم بيكتبه القرآن او غيره يقوم يناد الجن يعني حتى يعالج هذا المريض ودي اخواننا من الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى في امتى لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فما تمشي ليه ناس الزار ولا تمشي ليه ناس حميدة ولا غيرهم من اهل الضلال طيب اختم بسؤال قال قال الشيخ محمد احمد حسن في قناة النيل الازرق قال سئل عن الرجل يشتغل مع النساء ماذا يفعل فاجاب قال عندما تكون معاهم شغل النور القصير وما تشغل النور الطويل يا زول انا سأجليه جانب وياخ اختم هون في مخط اتا قول للناس اديهم الهدين اللي عاديش له شغل النور وما شغل النور في امتى ياخد احكام شرعية اول حاجة اذا اضطررت لعمل زي ده انك موظف او غيره من المصالح الرسمية اضطرواك لانك تشتغل في هذا المجال ابعد منهم قدر المستطاع قل لهم انا الدنيا يشغل صعب بره بره غالبا النسوان ما بكونوا فيه في امتى قل للرئيس بتاعك المدير بتاعك قل له اديني كلامك مباشر ما تجيب معايا النسوان دي انا بشتغل شغلي براي في امتى النسوان ذاتين يتكلم معاين في حضرة الرجال بحيث لا تكون خلوة وما تتكلم معاين الا بكلام يخص الشغل وكلام شرعي في امتى كلام يكون شرعي من غير خلوة يتكلم معاين لكن تلقى الجماعة موظفين الا من رحم الله مما جوا في المكتب النسوان والرجال تلقىهم كلهم بيتغالتوا في مازنبي غلبناكم بعد عدش عملتوا وايكة وبكرة ده كلها وسيخوان عشان يخشوا في الصندوق في امتى والديني حقي والخمسين وكلام فارق ساكن فالانسان يبعد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة اضر على الرجال من النساء محمد احمد حسن ما اهل لان يخذ عنه الفتوى وقدم اخونا الشيخ وبكر ن searched فتوى وقدم اخونا ب Bernie انظروا الشترات وقدم اخوش في صندوق بمع تلك السباب لان يستمرون ترجمة نانسي قنقر